والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز بتنورنا يا أحمد دايما شكرا ربنا يكرمك يا أحمد وكتير من الأسئلة بتحتاج نفتح العقول كده وندور على دوافع التصرفات والإجابة من واقع علم النفس بتفكرنا إشكاليات عن نفسنا الواحد بقاش فاهمها خالص مشكلة النهاردة متلخصة في سؤال أكمل علاقة ما واحد كذاب وكذبه متكرر ولا لأ سؤال من ست وأنا لما بتجيلي الأسئلة دي دايما بتلاقي نفسي كده بس عن ناحية أن احنا حافظ على بعض مش اللي هو على طول لأ مدى مكذاب بعدي بس هو كده صفة فعلا منفرة جدا وأنا نفسي أن أنت تشرح لنا كده هو أنا لوحد كذب قدامي أنا ليه بيحصل عندي كده ليه بيسقط من نظري رغم أنه ممكن يتعصب وسمحه يشتم وسمحه يتأخر في موعيد وتعدي استيل لو حد كذب في حاجة بتنهار أنا فاكر الجملة قريتها كده وأنا بقرأ حاجة اسمها truth disorder أو تشويه للحقيقة حاجة بتأثر في الـ infrastructure في هيكل العلاقة لأننا النهاردة لو العلاقة مبنية على الصلة والconnection والتواصل والحوار والكلام ده كله فلو الكلام في شك أصبح له حقيقة موازية مختلفة عن الواقع اللي أنا عايشه طب إحنا بنعمل إيه يبقى أولاً بتخليك تشكف كل حاجة والمشكلة الكذب كمان أنت النهاردة لما بتجي أول ما حد بيجذب عليك على طول بيجي على بالك طب يا طرى اللي قالهولي قبل كده كان صح والغلط طب بتشكف حاجة كده لو بترجع بقى أصر راجعي للماضي وللمستقبل هسدق ولا لا أنا عارف أسدقك ولا لا وده بيحصل بيبان قوي أو بيتجلى قوي برا العلاقات الزوجية مع المراقين والشباب والتينيجر بالذات الشباب يعني معروف أن من أكتر المراحل الواحد بيجذب فيها مرحلة المراحل عشان يعني يهرب من حاجة يقدر لأنه فعلاً بيبقى في الوقت ده عنده حياة موازية بعيدة عن الأهل فيبعايز يعزلهم تماماً فبيديهم حقيقة مختلفة تماماً عن واقعهم ومنافي عن الواقع اللي هو عايش فانقيس على كده العلاقات الزوجية أنا بشكف نفسي وبشكف كل حاجة ألهالي بعد كده أرجع لأسباب الكذب دي من الحاجات برضو المهمة الواحد ياخد باله منها أو من أشهر لحصائيات اللي اتعاملت على الكذب إن الكذب بيبقى وراءه خوف تمام؟ في أسباب تانية طبعاً بس من الأسباب الرئيسية الخوف أنا خايف أو الحقيقة غير اللي هو بيبقى طبعاً عنده كذب مرضي متعود فبقى حتى بيكذب هو مش منتفع من الكذب ده بس عادةً الكذب بيبقى فيه وراءه منفع أو خوف يا فيه مكسب هاخده من وراء الكذب هتديكي صورة معينة أنا عايزة أوصلها لك أو أنا خايف من رد فعلك أنا اللي بيتكذب علي مثلاً لو أنا اللي بيتكذب علي هل ليه دور في إنه ما يتكذبش علي ولا دي حاجة خاصة بالكذب هو الكذب ده مشكلته ولا أنا ممكن أساعد واحد بسلوك معين عندي بما إن إحنا بنتكلم يومياً بنتحاور يومياً أكونش أنا سبب في الكذب ده تعالى ممكن تكون سبب لو إنت مثلاً لو قسنا برضو على الأب والابن أو الزوج والزوجة إن أنا رد فعلي دايماً مبالغ فيه لما بقولك الحقيقة جربت أقولك الحقيقة قبل كده تعاملت معاها معاملة وندمتني إن أنا قلت لك الحقيقة فخلاص بسلك مسلك إن أنا مش هقولك الحقيقة لأنك إنت غير أهل للتعامل مع الحقيقة وده بيبقى justification أو تبرير بيعملوا الكذاب فلان ده غير أهل للتعامل مع الحقيقة وليس كل ما يعرف يقال بس في الحالة دي بمنع الكلام غير إن أنا أكون بحور أو بدي وقع غير الحقيقة أو بقول حاجة منافية عن الحقيقة فما تساعد يعني دي له الأمان دي له الأمان دي حاجة الحاجة التانية أحد أسباب الكذب المنفعة فلو أنا مخدتش المكسب اللي أنا عايزه من الكذب ممكن أبطل أكذب فكأني يعني بكذب لمنفعة معينة أنا ما أديها لكش أو يعني إن أساعدك على كده أو يعني مثلا أنا رجعت بدري أو لغيت اجتماع عشانك وإنت عارف أنه ما لغاش اجتماع يعني ما تفعي ده مرسي مرسي أو شكرا أو كده يعني كان يبكى فأك على الكذب وأنا عارف أنه كذب موضوع المواجهة لازم يتعامل بحرص بالذات لو الكذب ممتد يعني أنا رأيي دايما الكذب حتى تتجاب في الكذبة الصغيرة كده لازم نتعامل مع الموضوع ده بحرص يعني الكذب بيخلق الكذاب بيخلق لنفسه عالم كبير أو موازي عامل زي البلونة لو أنت واجهته ممكن تفرقع له البلونة دي فرد فعله من كتر الشيم أو الإحساس بالعار ممكن أن يهدم المعبد طبعا أنا بفترض هنا كمان أن أنت عايز تحافظ على الأعلاقة دي زي ما تقولت إحنا عايزين نجمع ما نفرقش فلازم أتعامل بحرص والمواجهة تبقى في توقيت وأخذ بالي من كلامي أوي كان سيدنا الشيخ مرة شرح لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن فيه معاصي ممكن تبقى كبيرة يسقط فيها المؤمن ولما تسأل النبي قال يكذب المؤمن قال المؤمن لا يكذب رغم أنه تسأل على معاصي يبدو عند الناس إنها أكبر بكتير ولما جاء عند الكذب قال لا فكان سيدنا الشيخ مرة شرح لنا إن المؤمن لا يكذب لأن المؤمن عارف إنه هو وربنا عارفين الحقيقة يستحي إنه وهو مؤمن بوجود الله وربنا حاضر في قلبه إنه يبقى الموضوع عنده ورخيص كده إن أهم حاجة الناس ما تعرفش حتى لو ربنا عارف مشكلة دلوقتي مهم من الناس دي ما تطلعش من المؤمن وقال لنا معنى عميق تاني مولانا برضو قال لنا إن المؤمن لا يغير ما في اللوحة المحفوظ يعني إيه يعني ربنا ما كتبش إن أنا رحت المنطقة اللي هناك دي أنا بقولها رحت وكأني بتدعين ده مكتوب هو معنى مش حسن معنى بس لأ أنا عارف إنه مش مكتوب في اللوحة المحفوظ اللي هو الكتاب اللي مكتوب فيه أقدار البشر إن أنا رحت المكان ده بس أنا قلت إن أنا رحت وكأني بتدعي إن الله في أقداره كتب ده كأني فيها شيء من افترع على الأقدار يعني فيقولك لا المؤمن ما يحبش كده عندي سؤال يحمد مرتبط بتغيير هل الكذاب محترف الكذب وممكن يتغير ممكن بس غالبا لو محترف أو يبقى له فترة بالصدمة بالصدمة لما الخسارة تبقى فادح بسبب كده وحضرتك بتكلمنا يا أحمد عن الكذاب بيبقى خايف من حاجة معينة فبيكذب عشان يحمي نفسه منها أو بيبحث عن ماكسب معين استحضرت آية الله خالقه كل شيء ومن الأشياء اللي ربنا بيخلقها منظري قدام الناس وقمتي في قلوب الناس ومن الأشياء اللي ربنا بيخلقها نجاتي أو هلاكي ربنا هو اللي بيخلق هذا الموقف ولو الإنسان في لحظة الكذب استدعى الله خالقه كل شيء وهو على كل شيء وكيل مفتاح كل حاجة عنده هو الموكل بالإعطاء أو المنع وإن أنا وانا بكذب وانا عارف كويس إن الكذبة دي هتطلعني من أزمة حتى أنا صغيرة حتى كما على الكذبات اليومية إن أنا كإني بتخلى عن السند الأكبر وبيبقى السند اللي جوايا أفكاري وزكائي وترتيبي وافتكرت برضو استحضرت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكني إلى نفسي خلي وكلتي الرب ولا تكني إلى نفسي طرفة عين واحد لما بيوكل إلى نفسه بحط الكذبة ورا الكذبة ورا الكذبة لما بتنكشف أعتقد حضرتك والصدمة الإنكشافة بيروح التاريخ كله يعني فربنا سبحانه وتعالى يهدي بيوتنا ويجعلنا يا رب سبب في إن إحنا نشجع بعض على الأمان اللي بتظهر معه الحقيقة كونش حدي فينا سبب في ضغط على حد أنه مش هولي يضطر بش حد يضطر بس نوفر لبعض البيئة الآمنة إن إحنا نقول فيها الحقيقة شكرك يا أحمد دايماً بتنورنا في كنوز يا رب يسكن عائلتنا وينور بيوتنا بكل خير شكراً شكراً للمشاهدة